مرحب يومي وأحب моي جوانجسي يروحية نفسنا اليوم سنقوم بقية أعزالي الجمهوري على المولانك الثاني من الأقبط المؤكدا سنقوم بإجراء أيها الأقبط المؤكدا من أعزال المؤكدا هي إجراء الإجراءات للتجربية وفي كتاب الاسبائر فتابعونا طبعا نعرفين اول سؤالين من نختار two choices choose two correct answers from the five options she refused to admit breaking the camera the antonyms of admit عايزين بقى عكس كلمة admit في عندنا كلمة deny اللي هي a وفي عندنا conceal اللي هي e يبقى عكس admit اللي هو يعترف بمعنى deny ينكر اللي هي a وفي e conceal بمعنى يخفي يخفي الحاجة دي يبقى a and e are the best answers طيب السؤال الثاني brilliant scientists اللي هما اللي علماء الاذكياء new devices all the time to make life easier بيعملوا يبقى اللي علماء الاذكياء دولت ها بيبقى discover ايه اللي هما بي اه ولا ممكن نقول create new devices بيعني بيبتكروا اجهزة جديدة عشان تخلى حياتنا اسهل وفيه كمان كلمة invent بلاش discover هي create احسن يعني يبقى العلماء الاذكياء بيعملوا حاجتين create new devices يعني بيبتكروا اجهزة جديدة اللي هي b وفيه عندنا كمان e invent يختارعوا اجهزة او اشياء جديدة عشان تخلى حياتنا اسهل to make life easier يبقى جابت السؤال الثاني في عندي b و e الاسئلة اللي جاي بقى كلها بنختار one answer طيب number three اشرف seem to take it for that i would go with him to the cinema يعني اشرف دائما يعني واخد الموضوع take it for granted اللي هي d ده استلاح على بعضه معناه ياخد الامر كامر مسلم به يعني that i would go with him to the cinema اننا هروح مع السينما دائما يبقى take it for granted معناها يعني بيعتبر الموضوع منتهي take it for granted دي استلاح على بعضه كده طيب يبقى دي الاجابة الصحيح طيب number four since i graduated i in this company i have been working in this company يعني منذ التخرج وانا شغال في هذه الشركة ده معناها ان المزال العمل مستمر اوكي يبقى استخدام المضارع التام او المضارع التام مستمر في حالة العمل او الاقامة في مكان مش معناها ان حاجة تمت وانتهت لا ما زالت مستمر يبقى i have been working بي الاجابة الصحيح طيب number five is an attempt to track someone who has an intranet bank account to take money out of their account يبقى ايه اللي تعتبر محاولة او خداع شخصي عن طري المحاولة ان هو بتخدعه to track someone عشان تاخد حسابه او الاموال اللي في حسابه المصرف يبقى دي اسمه ايه fishing بالBH fishing معناها محاولة خداع عشان تصل الى الاموال اللي في الحساب يبقى D fishing ودية مش معناها صيد ازاي صيد الاسماك لأ fishing اذا كتب بالBH يعني محاولة احتيال للحصول على الاموال D طيب number six بيقول my friend gave me some about how to finish the project يبقى give me some advice اعطالي نصيحة ازاي انهي المشروع يبقى my friend gave me some advice يبقى A هي الإجابة الصحية طيب number seven Egypt is providing ecotourism to protect the environment the red sea يبقى along the red sea يبقى A sorry D اللي هي along the red sea يعني على طول ساحل البح الأحمر يبقى D الإجابة الصحية طيب number eight my grandfather regrets my talkative grandmother يبقى regret من الأفعال اللي بيك بعدها فعل مضافة ING معناها regrets marrying وبيندم على الزواج ومن my talkative grandmother اللي هي talkative معناها ثرثارة كثيرة الكلام يعني المهم ان regrets بيك بعدها فعل مضافة ING وهنا يبقى marrying أو B الإجابة الصحية طيب number nine farmers sometimes give their animals to eat specially in winter يبقى hey hey زي اللي هو بيسموه تبن see ده حاجة بتعطى للحيونات عشان تأكلها في الشتاء يبقى إذا هي اللي هي see الإجابة الصحية طيب number ten here departure we stopped يبقى on here departure we stopped يعني بكينا في لحظة فرقة يعني شخص عزيز علينا وإحنا أولا مسافر بالطائرة فإنت بتبكي في لحظة الوضاع أو الفرق يعني يبقى إذا D on يبقى on her departure we stopped معناها we cried طبعا on هنا حرف الجر الصحيح اللي هي D طيب number eleven بيقول his wife a thin tired lady was sitting with a baby يبقى tired looking يعني كان شكلها مرهق فكلمة tired looking D الإجابة الصحيحة D معناها يعني شكلها مرهق يعني يبقى tired looking معناها exhausted طيب number twelve have you watched this film yet yes I ate just now yes I يبقى number twelve yes I watched it at just now يبقى إذا C الإجابة الصحية يبقى هل شفت الفيلم أبي كده yes have you watched this film yet I watched it at just now يبقى C الإجابة الصحية طيب thirteen the tourist industry has had a big on the local town يبقى has had a big impact يبقى بي كان لا تأثير كبير على المدينة يبقى the tourist industry يعني صناعة السياحة السياحة يعني كان لا تأثير كبير يبقى had a big impact يبقى بي إمباكت الإجابة الصحيحة السياحة كان لا تأثير كبير على هذه المدينة طيب number fourteen don't worry I you the money you need يبقى I will lend you أنا سوف أسلفك المال الذي تحتاج يبقى I will lend you a sea طيب number fifteen the explorers spent the day through forests and over mountains الناس المستكشفين قدوا اليوم بيعملوا يبقى trekking through يعني فضلوا ماشيين في الفورستs and over the mountains يعني في الغابات وفي الجبال بكلمة trek معناها رحلة ماشي طويلة وشقة فإذا trekking هنا مستخدمة كgerent يبقى لأنها جاء بعد الفعل spent وطالما أن كان فيه فعل أبلاي بقى لازم أجيبها في الING يبقى spent the day trekking أقضوا اليوم وهم ماشيين في الغابات and over the mountains والجبال يبقى B الإجابة الصحيحة طيب number sixteen you should find out about your new work يعني يجب أن أنت تكتشف وتعرف الأشياء المتعلقة بعملك الجديد يبقى find out about يبقى see الإجابة الصحية تعرف عن كذا يبقى about كذا طيب كده خلصنا MCQ نشوف reading يقول once wealth and poverty approached a merchant and introduce themselves as visitors في وقت ما أو في يوم الأيام الثراء والفقر يعني وصلوا إلى تاجر وقدموا نفسهم كزوار يبقى حكتين متناقدتين wealth الثراء وفقر 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 وطاق الرحب بيوم الثنين قال ممكن أعرف إلي جابكو إلي المحل بتاعي Wealth said We want you to judge and tell us who is more beautiful between us two عايزينك تحكم ما بيننا وتشوف مين الأكثر جمالا The merchant was in a fix يعني كان التاجف في موقف صعب If he were to declare wealth as more beautiful than poverty لو أعلن أن الثراء هو أكثر جمالا من الفقر Poverty would curse him يبقى الفقر سوف يلعانه يعني يصبح فقير يعني If he were to declare poverty as more beautiful than wealth لو أعلن أن الفقر هو أكثر جمالا من الثراء Wealth would forsake him يبقى الثراء سوف يجافيه أو يبعد عنه However, he regained his composure and sad يعني احتفظ بهدوء وقال I have great respect for you both أنا أحترمكم أنتو الاثنين Would you please act according to my instructions ممكن تنفزوا التعليمات الخاصة بي Then only I can judge properly في هذه الحالة ممكن أحكم بينكم بشكل صحيح The visitors agreed الزوار يعني وفقهم طبعا لهم الثراء والفقر He said Mother Wealth would you please go to the entrance gates يعني قال لي الثراء وخطبه كأنها أم قال ممكن تروحي إلى المدخل أو إلى البوابة And wall into the house And walk into the house Mother Poverty would you please walk from here towards the gates وقال برضو الفقر ممكن أن تروحي إلى البوابة I can have a good look at you both from near and far أنا عايز أبص عليكم كويس من قريب أنا أشفتكم من قريب أعد أشوفكم من بعيد طار The two visitors did walk as the merchant wished them to يعني راحوا لللاحية البوابة And then the merchant happily declared Mother Wealth you appear very beautiful قال لي الثراء أنت تظهرين بشكل أكثر جمالا When you enter the house لما تدخلي البيت Mother Poverty وقال الفقر You look very beautiful يعني منظري جميل جدا When you leave the house لما بتتركي البيت The visitors approached appreciated الزوار يعني قدروا the wisdom of the merchant حكمة هذا التاجر Wealth happily stayed in his house الثراء يعني مكث وبقى في منزله While Poverty cheerfully walked away والفقر ذهب بعيدا وهو مبتهج When a serious problem faces us If we look within And think calmly لو قابلنا أي مشكلة لو إحنا فكرنا بهدوء A ray of hope and light will appear And show us the way يعني سيكون في فukop يعني أمل أن نتغلب على المشكلة ويظهر لنا الطريق من أمام طيب نشوف بقى سؤال رقم 17 بيقول The word visitors refers to كلمة visitors بتشير إلى B يبقى wealth and poverty الطراء والفقر B طيب number 18 The visitors wanted the merchants to الزوار كانوا عايزين التاجر يعمل يبقى C judge which one of the two is more beautiful ليسي يحكم ما بينهم ويشوف مين الأكثر جمالا طيب 19 According to the passage The way to solve a problem is to أفضل طريقة عشان تحل أي مشكلة Think calmly إن أنت تفكر بهدوء يبقى إذن B الإجابة الصحيح طيب 20 The underlined word appreciated means الكلمة اللي تحتاخد كلمة appreciated معناها valued يعني قدرة أو ثمنة يبقى A valued هي نفس معنى appreciated طيب 21 The moral of the text is that يعني الدرس الأخلاقي أو الدرس المستفاد يعني من النص داله هو D Difficult situation can be solved by calm thinking إن الموقف الصعب وممكن حلوك عن طريق التفكير بهدوء يبقى دي الإجابة الصحية طيب 22 The merchant feared to declare that wealth is more beautiful than poverty because التاجر خافي يعلن أن الغنى أكثر أو الثراء أكثر جمالة من الفقر ليبقى Because wealth may because poverty may curse him الفقر ممكن يلعن اللي هي B فهو خافي يقول كده عشان الفقر لا يلعن يبقى بي الإجابة الصحية طيب 23 The underlined word declare is the antonym of كلمة يعلن اللي هي declare دي هي عكس كلمة إيه هي عكس كلمة deny اللي هو ينكر يعلن حاجة يعني يعني يعترف بيها ويقولها لكن deny اللي هي دي معناها ينكر هذا الشيء طيب نشوف بقى الترجمة السؤال 24 بيقول Education must receive high attention from the state because it is the tool that prepares qualified citizens to lead the development process على إن دي أفضل ترجمة يجب أن يحظى التعليم باهتمام كبير من الدولة لأنه الأداة التي تعد مواطنين مؤهلين ليقودوا عملية التنمية طب إيه الخطأ اللي فيه الجمل التانية إيه مثلا ينبغي أن يتم الاهتمام بالتعليم بشكل عالي من الدولة لأنه الأداة التي تعد مواطنين مؤهلين هلين ليقودوا عملية التنمية طيب نشوف الجزء الأولاني كده Education must receive high attention from the state ينبغي أن يتم الاهتمام بالتعليم بشكل عالي من الدولة هو الترجمة كده ركيكة المفروض يقول إيه؟ يجب أن يحظى التعليم باهتمام كبير من الدولة ينبغي أن يتم الاهتمام بالتعليم بشكل عالي من الدولة بشكل عالي من الدولة لأنه الأداة التي تعد مواطنين بشكل عالي من الدولة مؤهلين لطبيع الوصول لأعمل التنمية هي يعني الصياغة مقربة من D لكن D أفضل من A لابد أن ينال التعليم باهتمام مرتفع يعني ما فيش حاجة يسمعه ينال التعليم باهتمام مرتفع والمفروض يقول يحظى التعليم باهتمام كبير يجب أن يحظى التعليم باهتمام كبير تمام وبعدين هو قال في B يشاركه بعمل التنمية هو ما قالش بارتسببه في الجملة الأصلية هو قال to lead ليقوده فكلمة يشاركه دي تمياش ترجمة صحيحة هنستبعد بها عشان كلمة يشاركه هو قال يقوده يعني lead طيب C يجب أن يهتم التعليم بشكل كبير من الحكومة لا دي كده تركيبة مش صح يجب أن تهتم الحكومة أو الدولة بالتعليم وبعدين هو ما قالش الحكومة هو قال state اللي هي الدولة وبالتالي فكلمة الحكومة في C غلط فالجملة كلها تكون غلط وذي ما قلنا A فيها ركاكة في الأسلوب لكن D أفضل من A يبقى بالتالي هنفتار D طيب السؤال 25 نقرأ كده تلعب الرياضة دورا هاما في تشكيل الشخصية القوية جسديا ونفسيا وتجعلها قادرة على القيام بدورها في الحياة بفاعلي هنلاقي نسي سبورتس play an important role in forming the character physically يعني جسديا and psychologically ونفسيا and make it able to do its job in life effectively وتجعلها قادرة على القيام بدورها في الحياة effectively يعني بشكل فاعل أو بفاعلي يبقى C الإجابة الصحية الخطأ اللي في الجمل التانية A sports play an important role in forming the character physically and psychological آه يعني هو يعني المفروض كان يقول psychologically and psychological psychological ديت الصفة احنا عايزينها adverb فديت غلط فالجملة كلها تبقى غلط طيب B sports play an important role in forming the character physical and psychologically برضو physical غلط لازم أو كنت أقول physically يعني adverb يعني أجيب حال ما أجيبش صفة يبقى إذن physical غلط والجملة كلها B تبقى غلط C قلنا هي الإجابة الصحيحة طيب D sports play an important role وما قالش role يعني دور مهم لقال rule بمعنى قانون أو قانون يعني rule فغلط يبقى الكلمة ديت بدل ما قال role بالO كتبها rule بالU يبقى ديت خطأ وبالتالي الجملة كلها خطأ إذا كان فيه كلمة خطأ يبقى الجملة كلها بكون خاطئة يبقى نستبع دي كلها يبقى سيه الإجابة الصحية طيب نشوف أسئلة القصة اللي هي treasure island أو جزيرة الكانس بيقول why do you think the captain didn't want any sailors to see him لأن الكابتن كان عارف إن لو البحارة في الأصل هم أصلا يعني قراصنة لو عرفوا مكانه هيوصلوا للأوراق اللي معاه وبالتالي هيقدروا يوصلوا للخريطة اللي فيها الكانس he didn't want them to know his place because he was afraid that they will find the papers with him and the map and then reach the treasure طيب نبر 2 what did Mr. Trelawney think they should do about Captain Bill's papers these papers will help them to find the place of the treasure وفعلا they found a map and there was a mark on the map to show the place of the treasure واجدوا في أوراقه الخريطة للجزيرة وكان على الخريطة متعلم مكان الكنز اللي هو the place of the treasure سؤال الثالث looking for a treasure always means danger why do you think Captain Smollett said this ليه Captain Smollett قال ان البحث عن الكنز دائما حتكون يعربنا للمقاطر أو يعني الخطر he was afraid that pirates might follow them and want to get the treasure and they may want to kill them هو كان خايف لا اللي هم القراصنة يتتبعوهم ويحاولوا يقضوا عليهم لما يجدوا الكنز عشان يستولوا على الكنز وفعلا دي كانت الخطة اللي سيلبر كان عايز يعملها هو والناس اللي معاه اللي هم أصلا كانوا باريتس أو يعني من القراصنة وفعلا جيم كان استمع سرا يعني الخطة بتاعتهم وراح يأكل التفاحة الابل from the peril فسمع سيلبر وبتكلم عن ماضين هو كان باريتس وكان الناس اللي معاه باريتس وكان الخطة بتاعتهم يستنوا جيم وتريلوني وكابتن سمولت ودكتور لافسي لما يجدوا الكنز وبعدين يقتلوهم ويستولوهم على الكنز فإذا كان كابتن سمولت عنده حق طبعا بالنسبة لي سؤال الرايتنج احنا اتكلمنا بالتفصيل في حلقات سابقة ازاي نكتب مقال بالتفصيل لطلاب السنوي فارجعوا لي الفيديوهات دي الأهمية وتابعونا هنحل اختبارات أخرى ايضا في الفيديوهات القادمة وانتمنى التوفيق لجميع الطلاب اشتركوا في القناة أشتركوا في القناة